مرحبا هي اختصار لـ IDE وهو عبارة عن سوفتوير او برنامج سوف تنصبه سوف يوفر لك كل التولز اللازمة حتى تقدر تنشئ او افليكيشن خاص بك بالنسبة للاندرويد سوف نستخدم IDE اسمه الاندرويد ستوديو IDE يوفر لي التولز اللازمة حتى أصمم من واجهة الابليكيشن وأكتب كود الخاص بالابليكيشن وأشغل هذا الابليكيشن وأحاكي الجهاز وكل هذه الأمور اللي سيحتاجها سوف ألقاها متوفرة من خلال هذا IDE حتى تتحمل الاندرويد ستوديو ستدخل على اللينك اللي موجود بالدسكريبشن وقد يتغير في حالة الانداء تغير فبسيط على جوجل انه تكتب اندرويد ستوديو سيكون ضمن اول النتائج اكيد ستضغط على اندرويد ستوديو وتحمل البرنامج تقريبا حجمه 900 ميجا مختلف انظمة التشغيل سيصبح دونود حسب الحاسبة الخاصة بك مثل لينكس أو ويندوز أو ماك سيحمل لك النسخة الخاصة بك وكذلك بالنسبة ل 32 و 64 بيت طيب الاندرويد ستوديو IDE IDE مبني على من شركة JetBrains فإذا كنت متعلم على التعامل وياه ستكون الأمور سهلة نفس IDE مع إضافات بسيطة مثلا شيء اسمه موبايل كأنه عندك سمارتفون يعمل به نظام اندرويد بالنسخة التي تريدها والمواصفات التي تريدها حتى تستطع طيب ستتحمل اضع هنا سأضع وضغط على حسنا سيبدأ تحميل البرنامج تثبيت البرنامج من العميات التي تريدها جدا سهلة ناكست ناكست بدون أي تغييرات أو شيء لكن أغلب العمل الذي سنحتاجه إذا أنت جديد على الاندرويد أب ديفلوبمنتس هو بعد أول تشغيل البرنامج إلى أن تصل لمرحلة سوي أول بروجيكت والشغلة هذه المرحلة من بعد إكمالك للتثبيت إلى تنفيذك الأول برنامج فارغ هي هذه المرحلة الشوية مزعجة والتي تحتاجها انترنت قوي بوقتها أثناء التنفيذ بعد تثبيت الاندرويد ستوديو أنا لدي مثبت سابقا ستشغل الاندرويد ستوديو ستشغل الاندرويد ستشغيله لأول مرة سيظهر لك شريط خاص باللودينج هذا الشريط وظيفته يوجد الاسدكي كومبونتس حتى نحملها سيقول لك أنه أنت الحاسبة ما تكمي بها اسدكي ستقول لها ناكست طيب سيطلب من عندك تختار يا اي بي آي لفل سلك الأشياء الموجودة هنا عندك كلها هذه موجودة حاليا هي 30 ونقدر نضيف اللي أقدم من عندها طيب وهنا هنا الباث الخاص بك اللي راح يتحمل به الاسدكي بعدها تضغط على ناكست عدا الاسدكي أو مع الاسدكي راح تتحمل مجموعة أمور قبل هذا شنو هي اسدكي هنذكرنا عندنا فريمورك وعدنا وهذه بيها كلاسات ومن هذه الأمور فكل هذه الكلاسات والأمور اللي هحتاجها والفريمورك اللي هحتاجها راح ألقاه بالاسدكي واللي هي اختصار لسوفتوير أيضا راح أجي ألقى اندرويد اميوليتر هو برنامج راح يحاكي ديفايس اندرويد حلقة بولد تولز واللي هي الأدوات اللي مسؤولة عن عمل بولد تحويل الكود ماتي إلى برنامج حلقة بلاتفورم و بلاتفورم تولز واللي هي تحتوي على الكودات مع الأحدث اي بي اي الكلاسات اللي ما صايرها لديبريكيته الحد الآن اوكي وهنا هنا مجموعة سورسس هذي أقل ما يمكن أو أقل ما تحتاج تحميله لغرض العمل أول مرة طيب راح تقول له فنش وحتبدي عمليات الداونلود يستحسن أن تقوم بهذه العملية بوقت الفجر خصوصا إذا انت كنت من سكان الدول العربية حتى تتخلص من هذه المشكلة اللي تستغرق وفي حال صار قطع أثناء تثبيتك للبرنامج الأول تثبيتك للأس ديكي الأول مرة ستواجه مشاكل فلا بظل أن تستخدمه بوقت يكون عندك قوي طيب الآن سأترككم إلى غاية تحميل كل هذه ونرجع بالفيديو القادم